ردوى الشيربيني ازاي تطفش الرجل في عشر خطوات وكلمة السر الميزان ازاي اخلي الرجل اللي معايا يحبني سؤال رحل ردوى الشيربيني من متصلة في حلقة من حلقات برنامجها هي وبس وبخفة دم وزكاء من ردوى قررت ما تفوتش سؤال زي ده لانه فرصة وجت لها منها تنصح البنت وفي نفس الوقت تحط بيه على ياسمين عز وعلى سيدة ياسمين عز اللي بتنصح البنات والستات بمناسبة ومن غير مناسبة بكلام ما فيهوش لعقل ولا منطق بعد توقف برنامجها اكتر من شهرين رجعتاني في موسم جديد ورجعت تاني تبهد للبنات نصيح فرعونية لو الفرعنة نفسهم سمعوها هيندهولها احمص من قبره يعرفها غلطة طب يطر ردوى ردت قالت ايه خلصت الاديم والجديد ورزعت في ياسمين عز بطريقتها تعالوا نشوف قالت ايه بدأت ردوى كلامها بصوت ناعم وهادي بتقلت فيها طبعا ياسمين عز وقالت السؤال ده لازيز وطعم ولمس قلبي من جوه هقولك على عشر حاجات لو انت عملتيهم الرجل اللي معاك هيحبك على طول وكملت وقالت اول حاجة السمع والطاعة يعني يقولك ارجعي البيت الساعة تسعة ارجعي البيت الساعة 11 ما تنزليش اصلا او تعملي تمسر رمسيس جوه بيتك لازم تسمعي كلامه وكل كلمة بيقولها لان انت لو عندك السمع والطاعة هيحس على طول انك قد ايه مطيعه غلبانا وهيقع في غرامك ويحبك تاني حاجة تسبيه كلم كل البنات اللي هو عايز يكلمهم يكلمهم على الفيس على التليفون ينزل يخرج معهم هو حر ما هو لازم يحس انك ميدياله المساحة اللي هو بيحبها فساعتها هيحس قد ايه انت بتحبيه وقد ايه انت بتضحي عشانه يقوم برضو يحبك مش كده وبس ده هيحس كمان ان انت العقلة اللي شرياه اللي هتعرف تمشي امورك بعد الجواز ودي طبعا رسالة بتتريأ فيها على ياسمين عز اللي بتدي نصايح للمتجوزين وهي لسه متجوزتش وكملت رضو نصايحها وقالت تالت حاجة تلبسي مخطط تلبسي مشجر وتلبسي احمر وازرق البس اللي على مزاجك اللي هو بيحبه ليه عشان لما تلبس اللي هو بيحبه يقوم يبصلك كده ويحس انك عايزة ترضيه يقوم برضو يحبك رابح حاجة لو عايز اي عملية تجميل اعمليها فورا عشان تبسطيه والخمسة بقى لازم تقطع مع كل صاحباتك اللي بيحبها واللي ما بيحبهاش امال عشان يحس ان هو الوحيد اللي في حياتك ودنيتك وانك ما بتفكرش في حد غيره رقم ستة بقى الاهتمام ثم الاهتمام ثم الاهتمام لازم تهتم بتفاصيله 24 ساعة اكلت شربت لبست خرقت سابعا بقى لازم تكون انت الطرف اللي بيصالح الاول هو غلطان او مش غلطان انت لازم تبادر بالصلح هو كده تامن حاجة اهتم بالهدايا لازم تهديبه مناسبة ومن غير مناسبة تاسع حاجة بقى الجدعانة ثم الجدعانة ثم كمان مرة الجدعانة بصي مرمطي نفسك كده في الارض هو عايز لبن العصفور روح يجري للرجل بتع لبن العصفور اشترهوله وقدمهوله كده وهو قاعد مالك اخر حاجة بقى لازم تحسسي انك مش هتقدر تعيشي من غيره هتموتي لو سابق روحك ونفسك اللي بتتنفسي ده مرتبط بيه يقوم بقى يحبك ويقع فغرامك ويتجوزك وبدحك كملت رضوة شيربيني كلامها وقالت ابقي قابليني وقولي علي ما بفهمش لو عملت الكلام ده كله وقاعد معاك شهرين على بعضهم او حبك اصلا يا حبيبتي اللي حبني يحبني زي مانا كده كلي على بعضي بشكل باسلوب بجناني بصوتي الهادي او بصوتي العالي بطريقة لبسي بشغلانتي انا باكتج على بعضي ناوة حبني هتتشال فوق الراس مش حابب الباكتج دي حضرتك في ملايين من الرجال غيرك على كوكب الارض يحبوني وهعرف برضو احبهم واختتمت رضوة كلامها وقالت هو انا هفكر ازاي ارض الرجل عشان يحبني ده هقاو نو يا بيبي ازيادة منه تبنوع النفس والقليل منه يخلينا نبص برا على اللي مش عندنا فخلي حياتك ميزان ده اللي هيخليك تعيشي وده رأيي بمنتهى الامانة وانتو كمان ايه رأيكم في كلام رضوة شيربيني ونظرية الميزان اللي قالتها ولا كله محصل بعضه الاصيل اصيل واللي بايع بايع اشتركوا في القناة